وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص موقع لإنشاء مركز تجاري يتبع جمعية الشارقة التعاونية من الجهة الشمالية لسوق شرق في خورفكان كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بسرعة تنفيذ طريق خورفكان إلى ضاحية السيوح ومنطقتين الموردة خمسة وستة وتنفيذا لتوجهات حاكم الشارقة أوضحت طرق الشارقة أنها ستنهي خلال ثلاثة أسابيع العمل بالمشروع ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة القيادة العامة لشرطة الشارقة بإعداد مشروع بمنهجية واضحة لتقليل خطورة الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات بالشارقة وذلك عبر ضم شركة وطنية تعمل بالمجال لمنع الحوادث المرورية والسلوكيات الخطرة